موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا في دولة تعتبر دولة يعني دراسية من الدرجة الاولى وبينجزب اليها طلاب كتير للدراسة وتعتبر من افضل الدول في الدراسة ايضا خلينا دلوقتي نشوف المنحة دي ونتكلم عن تفاصيلها هي منحة دراسية مولة بالكامل في روسيا يبقى الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة روسيا طيب بالنسبة للجهة المانحة الموجهة لهذه اللي هتعمل المنحة دي هي جامعة النوبلس يونيفرستي دي طبعا جامعة معترف بيها دوليا وجامعة ممتازة جدا ولها شركات مع مؤسسات وجامعات كتير جدا طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي المنحة دي متاحة للجميع سواء باكالوريوس ماجستير دكتوراه يعني متاحة لكل المراحل الدراسية عايز تدرس ما بعد السنوية العامة او الباكالوريا تدرس باكالوريوس متاح عايز تدرس ماجستير متاح تدرس دكتوراه متاح متاحة لكل المراحل الدراسية طيب الدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية سوية بتقدر تقدم على هذه المنحة بكل سهولة. طيب اركز بقى معايا في التمويل اللي انا هقوله بتاع المنحة لانه صراحة تمويل ممتاز جدا. اول حاجة المنحة دي بيتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان. انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة. كل الدراسة على حساب المنحة. تاني حاجة بيكون فيه راتب شهري يبتدئ من ربعمائة وعشرين دولار. هما كاتبين اللي الراتب الشهري فيما اعلى فيما اعلى من ربعمائة وعشرين دولار. ده وده راتب شهري كبير جدا وبيكفي لان روسيا مش غالية في المعيشة. تمام? اضافة بجانب الراتب الشهري ده حضرتك هتاخد السكن مجانا. تمام? سكن ممتاز جدا. هيكون بالمجان ايضا بجانب الراتب الشهري. كمان حضور مؤتمرات ودورات على حساب الجامعة هيكون فيه دورات تدريبية زي وحاجات زي كده تبادل طلابي. كل ده هيكون على حساب المنحة. ممكن يحصل تبادل طلابي في جامعات خارج روسيا او جامعات داخل روسيا حضور مؤتمرات كل ده على حساب الجامعة. ركز بقى معي في الميزة اللي جاية دي عشان دي من الحاجات الجميلة جدا في المنحة دي. من افضل المميزات ان الجامعة بعد التخرج تساعدك بالانتحق للعمل مع احد الشركات في مجالك. لان لها شراكات مع مؤسسات وشركات كتيرة. تمام? الجامعة دي يعني بنسبة تسعين في المية كل الطلاب اللي بتخرجوا منها هي بتساعدهم على العمل وهي اللي بتوفر لهم العمل. وده مكتوب في الموقع الرسمي انها بتساعد على او التوظيف بعد التخرج. يعني انت حضرتك بتدرس وبتضمن لنفسك كمان بعد الدراسة انك تشتغل في شركة في المجال اللي انت تخرجت منه. من الجامعة. تمام كده? طيب. تعال بقى نشوف التخصصات المتاحة في المنحة دي. دي التخصصات. اول حاجة عندنا باكالوريوس في علوم الكمبيوتر. تخصص اه يعني مرحلة فيها تخصص واحد فقط هو علوم الكمبيوتر. طبعا انت اه لو لسه بتدرس في اخر سنة من السنوية العامة او خلاص سنوية عامة او باكالوريا بتقدر تقدم عادي جدا على تخصص علوم الكمبيوتر. تمام? اه عندنا تخصصات الماجستير اكتر شوية. عندنا ماجستير في هندسة البرمجيات. ماجستير في تحليل البيانات والزكية الاصطناعي. ماجستير في الامن و هندسة الشبكات. ماجستير في الروبوتات ورؤية الكمبيوتر. وعندنا تخصص واحد دكتوراه في علوم الكمبيوتر. تمام? دي التخصصات فقط المتاحة في هزي المنحة. طيب. هنا في ملاحظة عندنا ان المنحة دي ليس بقى حد اقصى العمر للتقديم. ما فيش ماكسمم للعمر بتقدر تقدم عليها من اي سن. كمان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة للتقديم فيها. الدراسة في الجامعة دي جماعة باللغة الانجليزية. تمام? ولكن الجامعة دي مش محتاجة منك لاش هادة لغة انجليزية ولا حتى شهادة لغة الروسية. تمام كده? وهنشوف بعد شوية ازاي ممكن الجامعة دي اه يعني هتقدر تثبت فيها لغتك بدون الاحتياج لشهادة. تمام كده? طيب. الاوراق المطلوبة بقى للتقديم في المنحة دي. الاوراق المطلوبة اول حاجة ملء الابليكيشن اونلاين. عندنا ابليكيشن اونلاين لازم يتم ملقه. داخل الابليكيشن ده حضرتك لازم ترفق السيرة الزيتية بتاعتك السيفي بتاعك. الاجابة على مقالات النية. عندنا كزا مقال النية. طبعا مقالات طويلة شوية ولكن لازم تجاوب عليها. كمان تحط الصورة الشخصية لك. وفي حاجة بقى عندنا الاجابة على الاختبارات داخل الابليكيشن. في داخل الابليكيشن تلات اختبارات. وهنشوف الاختبارات دي بعد شوية. وازاي بتمشي. تمام كده? طيب. اخر موعد للتقديم في المنحة دي هو واحد مايو 2021. والدراسة بتبدأ في سبتمبر 2021. تمام كده? طيب. كمان في ملاحظة هنا عندنا ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة عين تعيزة. لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة المتاح. خدمة تجيزي لو رأيك بشكل احترافي بتستخدمها في التقديم لأي منحة بنفسك. وخدمة التقديم في الكورسات للحصول على شهادات آآ تأهلك لتزويد فرص اولك في المنح والعمل. تمام كده? ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمرت كل خدمة في سندوق الوصفة اسفل الفيديو. بتملاقوا وبنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء للتقديم لك. طيب هنا عمدنا الاعلان الرسمي للمنحة وابليكيشن التقديم. تعالا نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كافة التفاصيل. تمام? هنا هتلاقي طبعا هو المنحة موضحة يعني بتاعها او التمويل بتاعها. على حسب طبعا كل مرحلة دراسية. تمام? هتلاقي هنا حاجة اسمها تمام? تضغط عليها. هيفتح معاك الصفحة الخاصة بالتمويل بيقول لك ان في حاجة اسمها اللي هو الراتب الشارع هتروح ما بين فيما اعلى من ربعمية وعشرين دولار. آآ التخصصات المتاحة كل هذه الاشياء. آآ حتة التوظيف بعد الدراسة كل الاشياء دي هتلاقيها متاحة. تمام كده? طيب. خلينا دلوقتي نشوف بها التقديم. هتيجي حضرتك تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك التقديم. تمام? التقديم هيزهر لك بالشكل ده. حضرتك كاول مرة بتفتح فيها الموقع ما عندكش اكاونت او ما عندكش حساب على موقع المنحة. بتعمل ايه? بتبدأ اللي انت تنشي الحساب الاول. تحط اسمها هنا. اسم اه تحط اسمك بالكامل. تحط رقم الهاتف بتاعك. تحط الايميل بتاعك. تحط باسور. تختار هنا التخصص. التخصصات ايه. تمام دي التخصصات اللي احنا كنا شرحناها. آآ باكالاريوس ماجستير دكتورا. تمام كده? وبتقول انت سمعت عن المنحة دي ازاي من قناة من يوتيوب مسلا من الفيسبوك. وبتختار الدولة اللي انت منها. تمام? وبتضغط تمام? وبعد كده بتضغط تمام كده? طيب. بعد لما بتعمل بتاخد بقى بياناتك وبتروح لقسم تمام? بتحط الايميل بتاعك هنا بتحط الباسورد بتاعك. انا هكتب الباسورد اللي انا عامله. تمام? وآآ اضغط على دي. هيفتح معي دلوقتي بتاعي. تمام? ده بتاعي. اول حاجة بحضرتك هتلاقي كده هنا في. اول حاجة حاجة اسمها تمام? بتضغط عليها. في الجزء ده بقى الجزء ده من اهم الاجزاء. ليه? لان هنا محطوط لك تلات اختبارات. عاملين كده زي كويز. تمام? طيب الاختبار الاول حاجة اسمها عن الكمبيوتر ساين تست. تمام? بتضغط هنا وبتخش للتست ده. بتقدر انك تكمله في اي وقت التست ده. تمام? تست ده في حوالي ستة اسئلة. تمام? في حوالي ستة اسئلة. بتجاوب على ستة اسئلة طبعا بتلاقي بالانجليش وبتلاقي باللغة الروسية. وبتختاري الاجابة من هنا. الاول اللي هو الكمبيوتر ساين تست في ستة اسئلة فقط. تمام? بترجع بعد كده للكويز التاني اللي هو في اختبار اللغة الانجليزية. واختبار اللغة الانجليزية ده فيه اربعين سؤال. تمام? اختبار اللغة الانجليزية فيه اربعين سؤال ولازم تجاوب على الاربعين سؤال. طبعا هو مش هيزور لي هنا لان انا بالفعل عملت الانجليش تست ولكن الانجليش تست هيفتح معاك وهيكون فيه اربعين سؤال. آآ بعد كده حاجة اسمها تمام? تضغط عليها. تمام? وبرضو هيزهر لك فيه عدة اسئلة لازم تجاوب عليها. تمام كده? يبقى انت لازم تجاوب على كل تست من دونه. ممكن تست ده توقفه وترجع عليه في اي وقت ما فيش مشكلة. تمام كده? طيب بعد لما بتعمل كل اختبار من الاختبارات دي بتروح الابليكيشن. البروفايل بتاعك. سهل جدا وبسيط. التخصص اللي احنا كنا اخترناه اسم اللي انا حطيته مسلا. اسم العائلة. بتحط تاريخ ميلادك. رقم تليفونك. آآ بتحط دولة الاقامة الحالية. بتحط المدينة اللي انت عاعد فيها. تمام? بعد كده الاوراق المطلوبة لانك تحطها. تمام? اول حاجة بتحط بتاعك او بورتفوليو. تمام? هنا بتضغط على بتحط وهنا بقى ركز معايا عشان هنا دي مقالات انية. تجاوب على كل مقالة من المقالات دي بشكل كويس عشان دي من الاشياء المهمة في الابليكيشن. تمام? بعد كده دي بقى خلاص يعني دي ما فيهاش حاجة غير بس انك هتحط الصورة الشخصية لك. بتضغط على بتحط صورتك الشخصية فقط. ويبقى انت كده مليت الابليكيشن بنجاح وبتضغط على كلمة ويبقى انت كده ارسلت الابليكيشن للمنحة بنجاح. طبعا الابليكيشن مش صعب ولكن هو فيه تستزلي اختبارات وشوية موضوع مقالات النية هي اللي ممكن تكون صعبة في الابليكيشن لك الابليكيشن سهل وبتقدر انك تملاه بسهولة وما فيهاش اشياء كتيرة اوي معقدة. تمام كده? طيب. وكمان حبيب افكركم ان احنا ممكن نقدر نساعدكم في التقديم بشكل احترافي على المنحة لو حابين تقدموا من خلالنا. ولو حابين تقدموا بنفسكم قدامكم الفيديو تقدروا تتابعوا التفاصيل وتقدموا بنفسكم. تمام? يبقى احنا كده شرحنا المنحة فيها مميزات كتيرة جدا تمويل ممتاز. توظيف بعد التخرج كل ده من المميزات الجميلة اللي مش ممكن تلاقيها في اي منحة اخرى. فلو حابين تقدموا اخر معايد واحد مايو الفين وواحد وعشرين. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولي بقول لكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.